السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن وزير العدل السابق بالقاسم زغماتي والطريق إلى الحراش بلا أدنى شك أن وزير العدل السابق بالقاسم زغماتي أثار الجدل الكثير وخاصة منذ توليه وزارة العدل حيث أنه لم يحدث ما حدث في فطرته بتاريخ الجزائر حيث سجن وزراء رؤساء حكومات مسؤولين كبار سحبت الحصانة من برلمنيين وكنا يومياً نسمع بالوزير الفلاني والمسؤول الفلاني وهو ينتقل من قصره إلى قبره في سجن الحراش حقيقة ما حدث في فطرة هذا الرجل لا يمكن وصفها لم يقتصر الأمر فقط على مسؤولين في النظام بل الأمر أيضاً بالنسبة للحركيين حيث لم تشهد عمليات القمع باستعمال القضاء عبر أوامر هاتفية مثل ما حدث في عهد بالقاسم زغماتي والمعروف عن هذا الوزير الذي كان قاضي وكان نائب عام أنه خبير كبير بشؤون القانون حتى أن أحد القضاء السابقين أخبرني قاله بأنه يستطيع أن يجعل من الباطل حقاً وبإسم القانون ويجعل الحق باطل باسم القانون ولديه خبرة في التلاعب بالإجراءات الجزائية والمواد والقضايا مثل ما يريد لأنه يمتلك ملكة في هذا الجانب لم يسبقه إليها أحد يجري تداول هذه الأيام منذ أن غادر الحكومة وخلفه وزير عدل آخر ويجري الحديث على أن بالقاسم زغماتي سيكون مصيره السجن هذا الجانب فيه أمنيات وفيه بعض الحقائق وفيه معلومات الأمنيات أن خصوم بالقاسم زغماتي كلهم يتمنون له السجن الحركيون على ما حدث لرموز الحرك الشعبي من ملاحقات قضائية وسجون واعتقالات كلهم يتمنون له السجن النظام القائم خاصة العصابة التي استهدفها القايد صالح من قبل كلهم يتمنون له السجن وفي مقدمة ذلك الجنرال توفير محمد مدين أيضا خالد نزار الذي لوحق بمذكرة توقيف صدر دوليا أمر آخر الكثير من المسؤولين وفي المقدمة الموجودين في السجن أحمد يحيى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وزير الأول السابق جمال ولد عباس الوزير السابق وكثير من المسؤولين ونحن ندرك تماما أن هذا اللوبي عاد بقوة في السلطة بعد رحيل القيصان وهذا اللوبي الآن هو الذي يصنع القرار من وراء الستار وهذا اللوبي هو الذي يقف وراء الستار في إسقاط بالقاسم زغماتي من على رأس وزارة العديد رغم أنه في تلك الفطرة راجت المعلومات بل أطلقت حملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بالإبقاء عليه في وزارة العدد إلى جانب أيضا بوغادوب الذي كان وزيرا للخارجي غير أن الأياد الخفية تدخلت وغادر بوغادوب الذي يتمتع بلا أدنى شك بخبرة دبلوماسية كبيرة وعاد رمطان العمامرة الذي كان وزير خارجية العصابة في آخر أيامها وحاول أن يلعب دور في إنقاذ بوتفليقة وإنقاذ آل بوتفليقة من السقوط ولكنه سقط هو وغادر بعدما تم توليه منصب وزارة الخارجية إلى جانب نائب الوزير الأول بل قاسم زغماتي حدثت فيه معلومات وكان قبل وصول تبون إلى الرئاسة كان يتحدث في مجالس خاصة أن تبون مصير السجن وأنه يوجد لديه ملف غير أن بعض الأمور حدثت لاحقا هناك نائب البرلمان طلب زغماتي أن تسحب منه للحصانة وتنازل عنها مع محمد جميعي وبعد ذلك عاد إلى البرلمان مجدداً في هذه الجزائر التي سميها تبون جزائر جديدة وتم استقباله في رئاسة الجمهورية ضمن القائمة الحرة لمواصلة المشاورة سبق بل قاسم زغماتي كما نعلم طيبلوح الذي كان أحد أبرز وزراء التليفون الذي جعل القضاء قضاء تليفون عندما يأتي الأمر لسان المتهم يخرج حتى لو كان ارتكب ما ارتكب وعندما يأتي الأمر عكس ذلك فهذا الموقوف يسجن حتى لو كان بريع الطيبلوح الآن يقبع في السجن في قضايا عديدة بينها التي معه فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المعطيات هذه تقول بأن بل قاسم زغماتي أنه مغضوب عليه من طرف هذه الدوائر وأن إبعاده في محاولة أعطاء ديناميكية أخرى لوزارة العدل عن طريق وزير عدل آخر تولى هذا المنصب فيما بعد فيها حكومة أيمن بن عبد الرحمن التي تم تعيينها بعد انتخابات 12 شوان 2021 إذن هذا جانب هذا جانب الجانب الآخر أن المعطيات المتوفرة تقول بأن بالقاسم زغماتي سيكون محل متابع لأن هناك أخطاء حدثت في عهده فيما يخص ممارساته وهناك أيضا من يتربص به مادام هناك من يتربص به فأعتقد بأن هذا الأمر لن ينجو ترى هل من صالح السلطة القائمة الآن أن وزير عدل رافق الانتخابات الرئاسية رافق فطرة الجيد صالح لعب دور كرأس الحربة في اعتقال طالت عناصر العصابة ثم بعد ذلك لعب دور في محطات في عهد تبون ولعب دور أساسي في إخراج نجل تبون من السجن حيث كان متورط في قضية مع كمال البوشي الذي لديه فضيحة عالمية تتعلق بالكوكاين وما إلى ذلك من هذه الأمور هذا الرجل لعب دور هذا ترى هل حقيقة أنه يمكن جدا أن يكون محل متابعة قضائيا السؤال نضعه جانبا الأمر الآخر أن المعطيات أو المعلومات التي يجري الترويج لها تتمثل في أنه سحب منه جواز الصفر وأنه منع من مغادرة التراب الوطني وأنه هناك تحذيرات إلى أن يتم إداعه سجن الحرار أنا بحثت في هذا الموضوع بحكم علاقاتي أولا سحب جواز الصفر يجب أن يتخذ من طرف هيئة قضائية لا أعتقد بأنه رجال الأمن أو ضباط يرسلوله يقولوله أبعثلنا جوازك الصفر ما أعتقد ذلك وهو كان وزير العدل ما هو إنسان عادي ممكن إنسان عادي يجوه نحول الجدرمية ولا البوليسي نحول الباسبور ويحطه له في ملفه كل لقات ترنكي ممكن جدا ولا يستبعد ولكن مع وزير عدل يجب أن تكون هناك قضية ضده أو أن هناك فتحت قضية تجاهه المعلومات التي حاولت الحصول عليها من عند دواء أنه لهذه اللحظة التي أتحدث فيها لكم في هذا اليوم أنه لا توجد أي قضية فتحت ضد بالقاسم الزغماتي للتحقيق معه إذن قضية أنه جهة قضائية سحبت منه الجواز هذا غير موجود ولا أنه لا توجد قضية أما إذا كانت جهة أمنية هي التي سحبت الجواز فقد حاولت بأي طريقة أن أصل إلى أي معلومات ولم أتمكن من ذلك لذلك لا أستطيع أن أنفيها ولا أستطيع أن أؤكدها فلا أملك معطيات أنه في جهة أمنية سحبت جواز صفر بالقاسم الزغماتي وإن كنت لا أعتقد أنه سيحدث هذا الأمر بهذه الطريقة تأتي جهة أمنية إلى وزير عدل سابق ما زال لهذه اللحظة يتمتع بامتيازات وزير عدل سابق لا أعتقد أنه تصل الأمور إلى هذا الحد إلا إذا كان في الأمر شيء آخر وهناك من قرر معاقبة هذا الوزير وذكرت من خلال المعطيات التي ذكرتها أن هذا بالقاسم الزغماتي مغضوب عليه من طرف لبهات العصابة التي عادت وتغلغلت أما أنه سيكون في طريقه إلى الحراش أيضا لا أنفيها ولا أستبعدها لأن هذا الرجل لديه أخطاء وأن هذا الرجل أطلق من قبل كثير من المواقف وأنه لديه خصومه وخصومه هم الذين لديهم نفوذ الآن كبير لذلك عندما يكون خصم محمد مدين وخصم خالد نزار وخصوم آخرين ويحيى وشبكاتهم وطيب لوح وشبكاته وسعيد بوتفليقة وشبكاته كيكون هؤلاء جميعا هم خصومه أعتقد أنه من السهل جدا أن يجد نفسه يوما في الحراش لا أستبعد ذلك ولكن المؤكد بأن استغناء عن خدماته هي مؤشر سيء أكثر مما أو هو أقرب إلى السوء ممن أن يكون مؤشر عادي ولكن أيضا هناك معلومة أخرى هناك من تحدث لي بها ولديه علاقات في دوائر السلطة الجزائرية يقول بأنه من الممكن أن يتولى منصب جديد هناك من يقول أنه سيكون على رأس المحكمة الدستورية وهناك من يقول أنه سيذهب سفير وهناك من يقول أنه سيذهب إلى بيته خلال هذه الفطرة ويختفي على الأنظار إلى أجل غير مسمى وهناك من يقول بأن الأمور ممكن أن تصل إلى السجن المعطيات التحليلية والمعلومات المروج لها ودور الرجل في عدة محطات كلها توحي على أنه سيكون في عين العاصفة كل المعطيات والمعلومات ومسار الرجل في وزارة العدل كلها توحي بأنه سيكون في المستقبل ما كم شفداء لأطراف هي الآن تتصاعد بقوة وتهيمن على دولي بالدول إذن الذين يروزون بأن بن قاسم زغماتي لا أدري لا أستطيع أن أنفي ما جاد به ولا أستطيع أن أؤكده ولكن شخصيا المعلومات التي توفرت لدي هي التي ذكرتها ولكن في النهاية ومن منطلق التحليل وبعض المعلومات التي يمكن جمعها مع بعضها البعض توحي بأن بالقاسم زغماتي في المستقبل لا أدري قريب أو بعيد سيكون كم شفداء لنافذين في السلطة نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله